بالنسبة لأختي للنسخة ومن نسخة ليس فقط الشيخ الغزالي لا وأبو القاسم حاج رحمة الله عليه يعني أول من قام المعاصرين بإنكار النسخة لإمام محمد عبده وفعلها بطريقة ذكية جدا جدا وجرى معه في هذا المجرى إلى يعني أمد بعيد تلميزه رشيد رضا أكثر منه أيضا من المدرسة العبدوية محمد الخضري بيك رحمة الله تعالى عليه ثم إيه سالس سيل جاء الشيخ الغزالي وجاء المراغ جاء كثيرون ومن أحسنهم أيضا عبد المتعالي الجبري له دراسة في أربع مجلدات أربعة أجزاء ينكر فيها النسخ والعلمة مصطفى زيد في رسالته العالمية في الأزهر